سقط اكثر من ثلاثين عنصرا من ميليشيات الحوثي في تصدي قوات الجيش الوطني لهجوم عنيف على مواقع الجيش الوطني في قرية الحقب جنوب دمت شمال محافظة الضالع وافادت مصادر عسكرية في جبهة دمت ان عشرات الجثث التابعة للميليشيات لا تزال مرمية في الاطراف الشمالية للقرية هذا وشهدت جبهة دمت مواجهات عنيفة اندلعت في وقت سابق عقبها حالة من الهدوء بعد افشال وكسر محاولة ميليشيات الحوثي احراز تقدم في اطراف القرية واكدت المصادر ان قوات الجيش الوطني تمكنت من تحقيق عملية نوعية ناجحة بالالتفاف على مواقع تابعة للميليشيات وقتل العشرات وتفجير عربة بي ام بي وتدمير مدرعة